إصابات الأوتار القابضة أوتار الثني للأصابع الأوتار هي أشريطة من الأنسجة الضامة الليفية التي تربط العضلات بالعظام. تساعد الأوتار في حركة الأصابع واليد وجميع أجزاء الجسم الأخرى. هناك نوعان من الأوتار الموجودة في اليد. الأوتار الباسطة والأوتار القابضة تساعد الأوتار الباسطة الموجود أعلى اليد في فرد الأصابع. في حين تساعد الأوتار القابضة المثنية الموجودة على جانب راحة اليد في ثني الأصابع. الأوتار المثنية عبارة عن خيوط نسيجية ناعمة ومرنة وسميكة تعمل على ثني الأصابع يمكن أن تؤدي الجروح العميقة على السطح السفلي للرسغ أو اليد أو الأصابع إلى قطع وإصابة الوتر وجعله غير قادر على ثني مفصل واحد أو أكثر في الإصبع عندما يتم قطع الوتر فإنه يعمل مثل شريط مطاطي حيث يتم سحب الأطراف المقطوعة بعيداً عن بعضها البعض قد تكون تمزقات الأوتار المثنية جزئية أو كاملة إذا تم قطع الأوتار تماماً فإن مفاصل الأصابع لا يمكنها الانحناء من تلقاء نفسها على الإطلاق الأسباب يمكن أن يؤدي أي قطع أو تمزق في الذراع أو اليد أو الأصابع إلى إصابة وتر المثني تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي تلف الوتر بسبب إصابة رياضية غالباً ما ترتبط بكرة القدم والرجبي والمصارعة تمدد الوتر حيث يتم سحب الوتر من العظم إصبع الجيرسي عندما يعلق إصبع لاعب بقميص أو ملابس لاعب آخر التهاب المفاصل الروماتويدي الأنشطة المغامرة مثل تسلق الصخور الأعراض قطع حديث في اليد أو الأصابع ألم تورم فقدان القدرة على ثني الإصبع خدر؟ فقدان الإحساس؟ التشخيص تأكد من زيارة الطبيب عند تعرضك لإصابة في الإصبع تؤثر على ثني وتمديد أصابعك الإسعافات الأولية ضع الثلج على الفور على الإصبع المصاب لف قطعة قماش معاقمة أو ضمادة حول الإصابة واحتفظ بإصبعك مرفوعاً فوق مستوى قلبك لتقليل النزيف إذا كان موجوداً قد يلزم إعطاء حقنة الكزاز إذا لم تكن حديثة سيراجع طبيبك الأعراض والتاريخ الطبي سيتم إجراء فحص جسدي والذي يتضمن فحصاً كاملاً لكل اليدين أثناء الفحص سيطلب منك ثني أصابعك وتقويمها سيتم أيضاً فحص أصابعك بحثاً عن الإحساس وتدفق الدم والقوة قد يطلب إجراء الأشعة السينية للتحقق من أي ضر في العظام المحيطة العلاج لا يمكن أن يلتأم الوتر الممزق بدون جراحة لأن الأطراف المقطوعة عادة ما تنفصل بعد الإصابة هناك العديد من الخيارات لإصلاح الوتر المقطوع يعتمد نوع الإصلاح على نوع القطع الهدف من الإجراء هو استعادة الوظيفة الطبيعية للمفاصل والأنسج المحيطة بعد تمزق الوتر عادة ما يكون إصلاح وتر المثني إجراء خارجياً ويمكن إجراؤه تحت التخدير الموضعي أو العام يقوم الجراح بعمل شق في الجلد فوق الوتر المصاب يتم جمع الأطراف التالفة للوتر معاً بغرز لتحقيق إصلاح آمن إذا كانت إصابة الوتر شديدة فقد تكون هناك حاجة إلى ترقيع الطعام هو قطعة من الوتر يتم أخذها من أجزاء أخرى من الجسم مثل القدم أو إصبع القدم بعد إعادة وضع الوتر يتم إغلاق الشقوق بالغرز ووضع ضمادة فوق موقع الجراحة سيضع الجراحة يدك في جبيرة واقية لتقييد الحركة اعتماداً على الإصابة سينصحك ببدء العلاج اليدوي لبضعة أسابيع بعد الجراحة هذا لتحسين حركة الإصبع اتبع تعليمات الجراح المحددة للتعافي الناجح ذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري